عندنا مع الأستاذ عمر الحنبلي ورحمة الغراء بالخيرات تهدينا الصهرة عندنا واسحركم عندنا والليلة دي أجمل ليلة في قناتنا كلنا هنقول حكايات ونسمع أنشيد من بعضنا نسمع أحكم ونرفع دعوتنا لأهلنا هنعيش ليلة مشاهدين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم صحورك عندنا فاكر أنا في كل سنة كنت بقدم برنامج كاميرا الرحمة كان عبارة عن برنامج مسابقات لكن الفرق أن البرنامج المسابقات على كل سنة كان بيكون في الشارع فكنا ننزل كل سنة مجموعة من المحافظات ومرحبا ننزل اسكندرية المنصورة ضميات القاهرة كل محافظات مصر تقريبا فمن ضمن المواقف الطريفة اللي حصلت مع الواحد أثناء التصوير وكل كواليس برنامج كاميرا الرحمة كانت كواليس دمها خفيف جدا لكن الحاجة اللي أتذكرها كويس جدا كنا في اسكندرية ممكن وليدي المصور كان معي وكنا في اسكندرية وحنا ننزل الأسئلة والأسئلة صعبة جدا والجمهور في الشارع بقى كتير والناس كلها نفسها تكسب والأسئلة في منتهى الصعوبة فجالي واحد قال لي يا أستاذ أنا عايزة تفهم معك اتفاق وتفضل قال لي إيه رأيك هو الجاهزة خمسون جنيه تاخد انت تلتمية وظبطنانا بمتين فلا أنت خسرت ولا أنا خسرت ولا حد فينا طلع شكل وحش يا عمي هديك يرضيك يا أنا ما ينفعش يعني إحنا في رمضان وحرام وقاناة الرحمة وش عارف إيه وبتاع فأكتر من محافظة الواحد يفوت عليه نفس المشهد خد متين وانت تلتمية وانظبط بعضين ما يلقوش معي فايدة روح للمصور يا عم وليد خد مية خد متين خد تلتمية وليد برضو يقول له ما ينفعش قاناة الرحمة والشيخ محمد ومشايخنا وتوصفين في برنامج كل سنة وانتو طيبين نبدأ برنامجنا برنامج صحورك عندنا كان معنا سؤال في الحلقة الماضية وكان الفائز في الحلقة الماضية اتنين كان معنا أختنا أم فتحي وأرسلت عنها مندوبة لأنها من أسيوت وهي تدعو لكل مشاهدين قاناة الرحمة بالخير وتدعو لكل مشايخنا أيضا الأفاضي بالخير وقالت أن المبلغ كانت في أشد الاحتياج إليه ومبسوطة ومسرورة جدا أنها كسبت هذا المبلغ لكن لصعوبة المواصلات معرفش تجي من أسيوت فأرسلت عنها الأستاذ شحات تفضلي فأنتم يا أهلا ومرحبا نورتنا هاتي الماكرة كنتم مرحبا ازايك تعال جانبينو هيا بتشتغل ايه صناعية محارة صناعية محارة واللي يخبر شو تغل معكو ايه في رمضان يعني ضعيف بتشتغله بعض الفطار لا مع الصبح بس والصبح بس حد امتك للدور حد ساعة اثنين حد ساعة اثنين في الحرد الله وسعى ربنا يعنكم يا رب ويجعل هذا في ميزان حسناتكم هذه هي الجائزة المقدمة من أسرة البرنامج ليختلنا الفاضلة ومفتحي رب لك ايه هي مرات ولا دعمك مرات ولا دعمك الحركة المخيم في القاهرة وهي في أسيوت لا أنا شغال هنا وروح الصهي مبلغ هيوصل كامل وانت لكي نص ولا يبزل لا يوصل كامل لا ما أسيوتش حاجة وكان معنا أيضا فائز آخر وكان هو الأستاذ هاشم أحمد أبو زيد لكن لا أدري تليفونه وكان مغلق قبل الحلقة تصلنا به طبعا ورتبنا معاه لكن يبدو أني فيه مشاكل في الطريق أو كذا فلم يتسنى له الوصول إلينا وكانت له الجائزة مقدمة من قناة الرحمة وقدرها ألف جنيه مقدمة من شركة المهندس إسماعيل بهلول بطري أنت الأسماء جاهزة معك على شاشة الناس اللي فازوا معنا في حلقة الماضية أو سؤال الحلقة الماضية أقصد جاهز لسه جاهز طب جاهزونا إلى أسماء عشان نختار منها رقمين أو رقم ويكون معنا سعيد الحظ في حلقة القادمة ويكرم بمبلغ ألف جنيه مقدمة من شركة المهندس إسماعيل بهلول مشاهدنا الكرام نبدأ المسابقة ومعنا فريقين جديدين يتنافسين على مبلغ قدره ثلاثة آلاف جنيه مقدمة من شركة المهندس إسماعيل بهلول معنا الفريق الأول وهو فريق الحرمين على اليمين برحب بالأستاذ محمود عبد المنعين فودة فأهلا ومرحبا بيك نورتنا وشرفتنا وأيضا مرحب بالأستاذ محمد كف أهلا وسهلا وأيضا مرحب بالأستاذ المكاوي محمد أهلا ومرحبا بيكم كما أيضا مرحب بالفريق الآخر على شمال فريق الأقصى ومعي نجم الفريق الدكتور معتز أحمد العسلاني أم عمر ربنا يخليك دعوتك الله يخليك ضرورك بعد الحلقة إن شاء الله الله مستعد ومعنا أيضا المهندس محمد رجف أهلا ورحبا بيك وأيضا مرحب بالأستاذ هشام جمال أهلا وسهلا هشام بابعت درسائي المثال الصبح عشان ييجي في البرنامج نورت البرنامج هشام وأتمنى أن تكون منافسة حامية بين الفريقين وإن شاء الله يعني اعتبارا أن جمهور قناة الرحمة جمهور محبب إلينا فقد أرسل إلينا رسائل كثيرة إن الأسئلة صعبة ويريد أن يخففوا الأسئلة شوية وإحنا كده يعني ومع الاتفاق أيضا مع دارة قناة الرحمة فالأسئلة بين المتوسط والسهل في هذه الحلقة يعني بالنسبة عشر أو آخر فالله المستعان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المجتهد في هذه الحلقة جاهزين؟ أستاذ مكاوي شايفك الآن خذ المايك قربه بس كده؟ شايفك الآن شوية؟ لا لا مش الآن اللهم سعر أسماء جهزة؟ ناخد الأسماء بداية ثم نبدأ المسابقة فورا الأسماء على الشاشة الآن معنا كم اسم الأول يا بطري من الإجابات الصحيحة؟ وللأستاذ ياسر اللي معي؟ كم؟ حاجة أو سبعين خلينا حد من فريق اختار رقم؟ اختار يا أستاذ مكاوي أنت معك الميكرافون رقم الأرقام اللي موجودة على الشاشة؟ هم حوالي كم وسبعين رقم؟ من واحد لسبعين من واحد لسبعين اسم نختار رقم عشرة عشرة نشوف رقم عشرة أستاذ ياسر ونشوف مين معنا فائز في هذه الحلقة الأستاذ محمود عبد الوهاب الأستاذ هدى محمود عبد الوهاب هدى محمود عبد الوهاب طيب حاض هدى محمود عبد الوهاب إن شاء الله نتصل بها وتكون معنا في الحلقة القادمة ونقول لها ألف بروك وجائزة مقدمة لك من شركة المهندس إسماعيل بهلول قدرها ألف جنيه فأسأل الله أن يبارك لك فيها طبعا أنت عملي بتقول خادث البتاع الجاهز وبالساهل لكن الله مستعى جاهزين فريق الحرمين جاهزين السؤال معنا بيقول وياريت نركز وياريت أيضا المتسابقين معنا في الإسراء ويركزهم معنا معكم تلاتين ثانية في كل سؤال سيقدم إليكم امتداءا من انتهاء السؤال الذي سأقوله اتفقنا السؤال معنا بيقول لفريق الحرمين ما اسم النبي الكريم الذي أرسل إلى أهل مدين هل هو صالح عليه السلام أم هود عليه السلام أم شعيب عليه السلام ومعاكم تلاتين ثانية تبدأ من الآن نبي الله شعيب نبي الله شعيب عرفها ولا جات معك كده لا إن شاء الله عرفها حقيقة طبع عندك آية تستدل بها وإلى مدينة أخاهم شعيبا مش محتاجة تفكر لا مش محتاجة ولا الإجابة جاية لوحدها إن شاء الله أكيد إن شاء الله مش محتاجة تفكر أول يا رب التلاتين سنة معاك إن شاء الله متأكد وفعلا هي الإجابة الصح ويكون معنا واحد لفريق الحرمين ونتج إلى فريق الأقصى فريق الأقصى نهدأ يا شباب فريق الأقصى له سؤال أيضا حول الأنبياء والسؤال بيقول النبي الكريم الذي كان يلقب بروح الله هل هو عيسى عليه السلام أم آدم عليه السلام أم إبراهيم عليه السلام ومعاكم 30 ثانية تبدأ من الآن سيدنا عيسى عليه السلام هل هناك إجابة تترجح لديك ولا جات معك كده لا يا جات بقدر الله عز وجل بقدر الله عز وجل مش حاجة اسمها جات كده عارفها أم لا؟ أعرفها طبعا متأكد من صاحب الإجابة؟ لا بالعكس بقى أنا لقلك من الإجابة بجابة تختلف لكن الإجابة هي أكيد روح الله إن شاء الله هو سيدنا عيسى عليه السلام؟ طب ليه مش آدم وليه مش إبراهيم؟ مش آدم وليه مش آدم عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ليه ما اخترتش اختيرين دوليان؟ حقيقة بتغطي ربانها انت شيخ انت شيخ لأن ما فيش يعني اللي جامع بترجعها عندنا هو سيدنا عيسى بالنسبة كم في المية؟ نسبة 2% وفعلا هي الإجابة الصحة ويكون معاتم تعادل واحد 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 لفريق الحرامين وواحد لفريق الأقصى تذكروا معي أن الوقت المقدم لكل فريق من الفريقين في الإجابة 30 ثانية وسنحتري موقع وعد المسابقة وأرجو من الدكتور معتز الهدوء السؤال معنا بيقول ما اسم اللغة ما اسم اللغة التي يتحدث بها المسلمون الأفغان ما اسم اللغة التي يتحدث بها المسلمون الأفغان هل هي الفارسية أم البشتو أم الأردو ومعاكم 30 ثانية من الآن أذكروا مشاهدين الكرام بالتواصل معنا من خلال صفحة برنامج سحورك عندنا على الفيسبوك يهمنا آراءكم في الحلقة يهمنا أيضا تعليقاتكم أثناء الحلقة بإذن الله عز وجل وكل حلقات برنامج سحورك عندنا موجودة على صفحة البرنامج بقي 15 ثانية 10 ثواني معاكم الأردو الأردو أستاذ محمود عريف هل لقيت معاك كده بالتشاور مع معنا بالتشاور حقيقة يعني بنسبة كم في المئة تترجح الإجابة لذلك يعني ممكن نقول 50-50 يا جام طبعا تاريخ الإنجليزي فالعملية قلبنا على بعض 50% متأكد تمنيد الأستاذ مكاوي الأستاذ محمد كاف معلش أستاذ محمد كاف متأكد خد المايك ورائب شو هي بالتشاور بالتشاور بس كان فيه يعني إيجابتين إيجابتين الأستاذ مكاوي هل ترجح هذه الإجابة؟ يعني برضو بالتشاور بالتشاور خد المايك ورائب بسوط عالي أنت مفترتش الأردو الأردو لكن للأسف الإجابة خطأ ويكون معاكم إلى الآن واحد مقابل أيضا واحد لفريق الأقصى نتجه إلى فريق الإجابة الصحيحة الإجابة الصحيحة أشكرك على أنك ذكرتني الإجابة الصحيحة هي البشتو البشتو هي لغة المسلمون الأفغان نتجه إلى فريق الأقصى مستعدين للسؤال الثاني إن شاء الله مستعد يا موتاز يا رب إن شاء الله متأكد؟ أكيد يعمل توقع الله السؤال معنا بيقول ما هي عاصمة جزر فوكلاند؟ ما هي عاصمة جزر فوكلاند؟ هل هي فوكلاند؟ ولا ريفيان؟ ولا ستلي؟ ومعاكم 30 ثانية تبدأ من الآن فوكلاند، ريفيان، ستلي والوقت ماشي على الشاشة فوكلاند إن شاء الله فوكلاند معتز حقيقة عارفة أو لي جاءت معك كده؟ جاءت كده معي جاءت كده وحييتي على صراحة آه هي جاءت كده جاءت كده؟ آه تعرف يا دكتور محتز أنتوا كانت الشامتها واضحة آه على الفريق التاني لما خسر أخسرني أنا أحذركم أخسرني الإجابة هي؟ فوكلاند فوكلاند، لكن للأسف الإجابة خطأ إيبا ستلي إيبا ستلي خائلاً الإجابة صحيحة هي ستلي وإلى الآن التعادل موجود بين الفريقين فريق الحرمين وفريق الأقصى أذكركم بالهدوء أذكركم بالهدوء والاستماع جيداً إلى قواعد المسابقة قواعد المسابقة لكل سؤال يسأل لكل فريق من الفريقين ثلاثين ثانية في الإجابة موضوع الضحك نخفه شوية عشان نعرف بس أن نكمل لأخير الحلقة والله المستعب طيب فريق الأقصى لم يستطع الإجابة على السؤال الثاني كحال فريق الحرمين السؤال الثالث لفريق الحرمين والسؤال هو أين تقع بحيرة قارون؟ هل هي في مصر؟ أم في الأردن؟ أم في سوريا؟ تقع في مصر في محافظة الفيون محافظة الفيون؟ حقيقةً معلومة تترجح لديك؟ ولا جات معك كده؟ لا أكيد أكيد تتشغل إيه اسم حمود؟ معلم أول لغة إنجليزية معلم أول لغة إنجليزية أهلا ومرحباً لكن أكيد الإجابة؟ أكيد إن شاء الله مش محتاجين تتشاوره؟ لا خلاص معروفة الإجابة آخر مرة وهي؟ بحير القرور وفعلاً هي الإجابة الصحة ويكون معاك الإسمائل مقابل واحد لفريق الأقصى فريق الأقصى وأرجو من المخرج العزيز أن يجهز لنا سؤال هذه الحلقة أرجو من المخرج العزيز أن يجهز لنا سؤال هذه الحلقة السؤال الثالث لفريق الأقصى ويحتاج منكم إلى نوع من التركيز مستعدين؟ إن شاء مستعد إن شاء الله مستعد السؤال بيقول أين تنبت شجرة الزقوم؟ هل هي في صحراء الحجاز؟ أم في صحراء نجد؟ أم في جهنم؟ أعاذنا الله وإياكم منها؟ في جهنم؟ في جهنم إن شاء الله في جهنم؟ هل هناك آية تستدلوا بها أو المعلومة قادت معاك كده؟ أنا مش فاكر آية صراحة مش متذكرها بالزبط إن شجرة الزقوم طعامه؟ الأثيم كالمهلي يغلي في البطون كغلي الحميم الإجابة تترجح هديكم؟ لا لا خلاص بالتأكيد إن شاء الله أكيد في جهنم إن شاء الله وفعلا هي الإجابة الصح ويكون معاكم تعادل إلى الآن نعم التفقين إننا نمشي مع بعض نعم 2-2 فريق الحرامين 2 وفريق الأقصى 2 وهناك التعادل بينكما إلى الآن السؤال الرابع السؤال الرابع أحمد بن حزم الظاهري عالم الأندلس وفقيهها أين كان مكان مولده أين كان مكان مولده أحمد بن حزم الظاهري عالم الأندلس وفقيهها أين مكان مولده هل في ليبيا؟ أم في فارس؟ أم في المغرب العربي؟ أمعاكم 30 ثانية تبدأ من الآن أذكر مشاهدين الكرام بالتواصل معنا من خلال صفحة برنامج سحورك عندنا على الفيسبوك عشرين ثانية معاكم يا إخوة فريق الحرامين تذكروا عامل الوقت مهم جدا معنا في الحلقة المغرب العربي أم ليبيا أم فارس معاكم أقل من عشر ثواني خمس ثواني المغرب العربي أجبت في انتهاء الوقت المغرب العربي حقيقة عارفها ولا جات معك كده؟ لا بالتشاور أستاذ مكاوي المايك يقول عندي بقاءة حضرتك بالتشاور عارفها؟ لا بالتشاور بالتشاور طب مكنتش عندك معلومة بتشك فيها حاجة زي كده؟ يعني طب عندك أي معلومة عن الإمام أحمد بن حزم الظاهري؟ أو اللي سيد مكاوي أو اللي سيد محمد كفر أعطي المايك لسيد محمد؟ هل هناك معلومة؟ لا لا أرفع المايك؟ لا لا طبعا مش معلومة يعني قات معاك كده؟ قات معنا بسيك وانت سهيل على الله أستاذ محمود؟ لا حقيقة ما فيش معلومة مؤكدة فيش معلومة مؤكدة لكن في شك بين مثلا زي؟ بين المغرب وبلاد فارس لكن المعلومة التي ترجحت أديكم هي بلاد المغرب العربي وللأسف الإجابة خطأ وكانت الإجابة الصحيحة هي بلاد وخاربه ميتكم رجعتم من الإجابة الثانية فريق الأقصى تذكروا أنني نبهتكم أن المعلومة تحتاج إلى تركيز فلا تستعجلوا في الإجابة كعادتكم فريق الأقصى والسؤال معنا بيقول طائفة السيخ خضيتها محمد طائفة السيخ طائفة هندية ضالة لها معتقدات غريبة فما معنى كلمة السيخ؟ هل المريد العارف أم الذي يصبر على الأوساخ والقاذرات أم الذي يعيشه دون الطعام فترة طويلة جدا ومعاكم 30 ثانية تبدأ من الآن فرصة معكم جميعا أشكروا إدارة الصفحة على تنزيل الصورة الخاصة بصفحة الإجابة الثانية الإجابة الثانية وهي الذي يصبر على الأوساخ والقاذرات محمد حضرتك عارفها ولا جدت كده؟ هي بالحقيقة جدت بالتشاور بالتشاور السيخ يعني نيحة وحشة مثلا ليش فيها هي جدت هي جدت لأنه بطبعات الأديان هو البعض أنك انت عن أي حاجة ما هو القاذر نعم فأنا خدتها من كده الذي يصبره على القاذرات محمد يعني كثير من نسمع السيخ ما فكراش مرة نعرف المعلومة عن طريق الإنترنت نعم نسللش كده ونشوف المعلومة دي أخبارها إيه ولا أنا ممكن أن أكون بحثة عن الهندسية فقط عن الهندسية لكن معلكش أنت في يوم الأيام هتيجي بردامج مسابقات صحورك عندينا وفي السنعة السيخ الحياة لا يلا أكد مسؤولة سألت الحلقة ورقي جدا ويعني ورفع رقيه أن الزعور حبالي بنفسه يجامد يجامد لكن للعسف الإجابة أيضا خطأ مع هذه المجاملة التي أفضل وهم يجامد الإجابة الصح والفضل الإجابة الثالثة وأيضا قد أخطأت فيها هذا الإجابة الإجابة الصحيح هي المريد العارف الإجابة الصحيح هي المريد العارف والآن يبقى التعادل بينكما إلى الآن 2-2 وتعادل بين فريق الحرمين وفريق الأقصى أشكر مشاهدنا الكرام على تواصلهم وتفاعلهم معنا من خلال صفحة برنامج سحورك عندنا على الفيسبوك السؤال معنا بيقول لفريق الحرمين تذكروا أيضا أنكم تحتاجون إلى تركيز فلا تستعجلوا في إجابتكم الأستاذ مكاوي شايفه مددئ شوي المايك أهم حكي ترفعه وتفكر نعم لا معك طي معك السؤال معنا بيقول بس أنا حسنا ما بيزنؤوك حاطني مايك معك في كل سؤال أنا موحس ياخد الإجابة أنا بهدي النفوس عن مثل طيب السؤال بيقول القطار هو ترجمة لكلمة ترين ترين صحيح القطار هو ترجمة لكلمة ترين باللاتينية فماذا تعني كلمة القطار باللغة العربية ماذا تعني كلمة القطار باللغة العربية اللي اختيارات معنا بتقول هل صف من الإبل صف من الإبل ولا العربات تقف وراء بعضها البعض أم البيوت التي تصف بجانب بعضها البعض ومعاكم ثلاثين ثانية من الآن باقي عشرين ثانية وتذكروا ذلك جيدا الإجابة الأولى هي صف من الإبل حقيقة نعرفها ولجت كده لا هي مرجوحة إلى كلمة قطار اللي هو الصف الوراء بعضها يقف وراء بعضها تماما عندنا إجابة تقولة العربات تقف وراء بعضها البعض يعني هي ممكن الإجابة الأولى والتانية رجحتهم الأولى رجحتهم الأقرب هي الأولى نفس الكلام الأولى نفس الكلام والتسهيل على الله الإجابة أخي المرة هي صف الإبل صف الإبل صف الإبل وفعلا هي الإجابة الصح يكون معاكم ثلاثة مقابل اثنين لفريق الأقصى فريق الأقصى ما رأيكم أن نصبر وكل مننا يستمع للآخر حتى نستطيع أن نخرج بمعلومة جيدة من هذه الحلقة السؤال معنا والسؤال يحتاج إلى تركيز معتز شايفوش تغير أبناصر السؤال معنا بيقول وركزه معايا يستطيع الجمل الجمل اسمه إيه معروف عنه سفينت الصحراء سفينت الصحراء سفينت الصحراء أحييك لكن ليش هذا هو السؤال الذي تقضي ليه جايزة يستطيع الجمل أن يبقى مدة طويلة دون أن يشرب الماء وعندما يرى الماء فإنه يستطيع أن يشرب دفعة واحدة مقدار خمسين لتر ولا ستين لتر ولا تلاتين لتر ومعاكم تلاتين ثانية تلاتين لتر لأنه شوعة تلاتة معداد تلاتين كلها تلاتين لا أظنوش هي أقول لتر الشهور رحمة الله الشهور أو شهر طب كم لتر يعني تلاتين أو خمسين أو ستين خمسين ستين ثلاتين نعم نتقضون مقتر خلي خمسين خمسين عشرة ثمالي معاكم خمسين خمسين توقعنا على خمسين لتر إن شاء الله خمسين لتر معتز حقيقة عرفها ولا جات كده والله صدفة صدفة نعم نعم ما فيش معلومة عندك ما فكرتش مرة مثلا تعمل سرش برضو ولا تسأل حد الجمل سفينة الصحراء بس نعم عنه نو سفينة الصحراء طب بيشرب قديم ما هي نعم هو رحته طب محمد رجل بنسمع من نعم معلومة عندك يا محمد ولا أعرف إن الجمل ده يستطيع أنه يتحمل العطش وجوء لمدة ثلاث شهور نعم لكن ما عندكش فكرة الكاملة دي وزبط لا الحياة بالتشور كده هو تقريبا هنكون وقدينها تقريبا في مرحلة من مراحلة تعليم بس مش فاكل تقريبا ممكن أو علي خمسين إن شاء الله أنا معايا في الفريدة واحد من الفيوم اتنين فيوم ولا واحد واحد من الفيوم واحد من بحيرة واحد من أهلية إن شاء الله ترد محافظات مختلفة اللهم مستعد الإجابة هي خمسين لتر لكن للأسف الإجابة خطأ الإجابة الصحيحة هي ستين لتر ستين لتر يستطيع يشربه الجمل بعد فترة عطش طويلة دفعة واحدة يستطيع يشرب ستين لتر مية لسا أنتم عند اتنين وفريق الحرامين لازال منتصرا إلى الآن أحييكم على هذا الانتصار السؤال معنا بيقول من من الرجال نهدأ مش محتاجة يعني أفكركم موضوع الهدود كل شوي السؤال معنا بيقول من من الرجال هو أول من قطعت يده في الإسلام بسبب تطبيق حد السرقة من من الرجال هو أول من قطعت يده في الإسلام بسبب تطبيق حد السرقة هل هو الخيار بن عدي أم فراس بن حابس أم ماعز بن مالك ومعاكم تلاتين ثانية التلاتة إجابات مرة أخرى الخيار بن عدي أم فراس بن حابس أم ماعز بن مالك ماعز بن مالك تعرف حاجة عن ماعز ولغت كده بالتشاور وأقرب للشوت فطبا وأقرب للصفة أستاذ محمود يعني ما عنديش معلومة أؤكدها ولكن بالتشاور بالتشاور مش محسن تفكر لا ما أردش أبي طيب الأستاذ مكاوي ما نفس الكلام ما أردهش قد كده وانت سهيل على الله وإحنا نفات للصحور وأكيد المشاهدين بيدعو لكم أكيد طبعا أكيد خاصة العائلات يعني الله المستعال آخر مرة هي الخيار بن عدي نت ماعز بن مالي ماعز بن مالي للعصف هي الإجابة خطأ وكان الإجابة الصحيحة هي الخيار بن عدي كانت الإجابة الصحيحة هي الخيار بن عدي نعم لازمتم عند رقم ثلاثة شرد درجات مقابل درجتين طيب على كل حال نتمنى أن تكون المسابقة لآخر الوقت في الحلقة مسابقة حمية بين الطرفين السؤال بيقول من من الرجال من من الرجال هو أول من رجم بسبب تطبيق حد الزنا من من الرجال هو أول من رجم بسبب تطبيق حد الزنا هل هو عقبة ابن أبي معيط أم ماعز بن مالك أم الخيار بن عدي إن شاء الله طبعا مع التشاور عشان ناخد بس سنة الناس وصل لهم التشاور لكن اللي جاء القطاع سيدنا معز سيدنا معز بن مالك محمد عرفها أو لقيت كده آه عرفها طبعا عرفها؟ آه إن شاء الله متأكد آه إن شاء الله مش محتاجة تشاور حد هتشاور ناصر لا نحا التشاور بتاعت الوقت كان عمد تتعكز بالوطن الزمان لا لا هو إن شاء الله كان فيه تشاور كده ماعز بن مالك محتاز كنت تعرفها؟ لا محمد كان عرفها خد المايك إن شاء الله مع محمد بإذن الله مع محمد مواصق في معلواته الدينية آه ما شاء الله أستاذ هشام طبعا محمد في النصف هو دايما اللي هو اللي بيرضع الأقرب للإجابة إذن الإجابة محمد أخر مرة وهي؟ سيدنا معز ماعز بن مالك ووصلتم إلى التعادل وحييكم ثلاثة ثلاثة المبروك إلى هذا التعادل الذي وصلتم إليه إلى الآن وحييكم طريق الحرمين السؤال الجاهز معنا سيد المخرج المخرج العزيز في آخر الحلقة طيب حاضر شكرنا بطري طيب السؤال بيقول والسؤال هذا يحتاج إلى تركيز ويحتاج أن تكون لديكم معلومة السؤال معنا بيقول وليت مشاهدين الكرام أيضا في البيوت يركزوا معنا في هذا السؤال جيدا السؤال بيقول على أي كائن حي يطلق عليه اسم الأرملة السوداء على أي كائن حي يطلق عليه اسم الأرملة السوداء هل أنثى الفهد الأسود أم أنثى نوع من العناكب أم أنثى طائر الإيمو ومعاكم ثلاثين ثانية تبدأ من الآن لكم حقا تقتربوا على بعضكم البعض عشان الصوت عشرين ثانية معكم أنثى العناكب أنثى نوع من العناكب حقيقة نعرفها؟ قرأت عنها بالنسبة كم في المية؟ يعني ممكن سبعين في المية سبعين؟ سبعين في المية نسبة كبيرة بردو بقع أولى أخونا نصر محمد؟ أقرب طبعا أنثى العناكب طبعا أقرب؟ شمانة أقرب يعني؟ بالتشاور بردو بالتشاور بردو بالتشاور؟ أربعة للحرمين وثلاثة للأقصى نعم مثل أقوش السؤال معنا لفريق الأقصى وأرجو منكم التركيز السؤال بيقول على أي شيء يتغذى الصوص أثناء نموه في البيضة على أي شيء يتغذى الصوص أثناء نموه من البيضة عليكم محمد؟ طيب السؤال اللي جمع بتقول هل على بيض البيض ولا على صفار البيض ولا على الاثنين معا وتلاتين ثانية معاكم من الآن عظم العظم العظم العلاو البيضة اللي يكون منها يكون منها كنتخد فيها بعد لكن طرم أي إجابة فيها الأسنين معا أو كلاهوان في تقريبا عشرين ثانية معاكم يا شباب الزمان المخالف لهذه القارة مغلو البيض البيض عشر ثواني البيض 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 إنتهى الوقت للأسف قلت بيض البيض وانتهى الوقت وحتى لو كانت الإجابة الصحية كانوا انتهى الوقت لك للأسف إجابة خطأ الإجابة خطأ للأسف الشديد كان على صفاري البيض على صفاري البيض تجيب من فلاحين ما تكونوا عارفيني الكلام ده الله المستعب نتجه إلى فريق الحرمين ونحتاجه إلى هدوء من فريق الأقصى والسؤال معنا لفريق الحرمين بيقول جزيرة في البحر المتوسط تابعة لإيطاليا تكثر فيها الجبال وليس فيها أراضي خصبة يربى فيها الماعز والماشية أقول السؤال تاني تاني طيب جزيرة في البحر المتوسط تابعة لإيطاليا تكثر فيها الجبال وليس فيها أراضي خصبة لكنه يربى فيها الماعز والماشية فما اسمها هل قبرص أم سقلية أم سردينيا؟ ومعاكم 30 ثانية فهو محبس ام سقلية ما الذي كانت داخلها الإسلام وعاش فيها المسلمين فترة من الزمن يعتبر أحد معابر انتقال الحطارة لجنوب وسط أوروبا فتقصدها سقلية نعم أستاذنا الأستاذ محمد كاف بصراحة أنا كنت قارة في سردينيا لكن هم لأتنين فتقال أم سقلية نعم والأغلبية معها الإجابة الأصب المحمود أنت صاحب الإجابة؟ لا أستطيع أن تفكر يعني هم أدرى للأسف الإجابة خطأ للأسف الإجابة خطأ وتبقون على أربع درجات مقابل ثلاثة بفريق الأقصى والإجابة الصحيحة هي إجابة الأستاذ محمد كف هي سردينيا ليتكم سمعتم كلام الرجل ليتكم سمعتم كلام الرجل طيب على كل حال نتجه إلى فريق الأقصى فريق الأقصى أخبر الثقاف العمي طيب السؤال معنا بيقول العاج العاج سحر العاج العاج مادة بيضاء وصلبة غالية الثمن تصنع منها التحف وأدوات الزينة من أين تستخرج هل؟ وركزوا معنا أقول يعني أصدقوا لك من سن الفي هل هي من أنياب الفيل أم حشب كريم أم من عظامي وحيد القاتل؟ أنا مش أكلم هو سن الفيل سن الفيل مش أفكر متأكد يا معتز؟ مش أفكر معتز رأي شكلك الاجتماعي اجتماعي إن شاء الله حل وارجة إن شاء الله الفيل من أنياب الفيل فيها أسهل أنواع أسئلة مرت علينا في سخورك عن ذلك بالمقارنة بالحلقات الماضية طيب نهدأ يا شباب ونتج إلى السؤال التاسع لفريق الحرمين السيدة زينب السيدة زينب هي كبرى بنات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فماذا يعني هذا الاسم؟ زينب هي كبرى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا يعني هذا الاسم؟ هل الشجرة حسنة المظهر طيبة رائحة؟ ولا المرأة الجميلة دون أن تتزين؟ ولا الفتاة العاقلة التي تزين الأمور بعقلها؟ و 30 ثانية تبدأ من الآن أقرأ تفاعل إحدى المشاهدات الكرام المشتاقة اللقائي لا بتقول بصراحة البرنامج روعة بس يا ريت بلاش جات معك كده عشان بيتعصب أخويا الصغير معلش مسيرك يوم تجي معي هنا؟ الله مستعد المرأة الجميلة بدون أن تتزين معنا دي وقت يا مخرج العزيز كم؟ خمس ثواني اللي هي الشجرة الشجرة؟ أية شجرة؟ الشجرة حسنة والمظهر طيبة رائحة؟ مش محتاجة تفكر؟ إن شاء الله هي شجرة؟ هل تتعرفها ولا جات معك كده؟ هي بالتشاور برضو بالتشاور لكن لا معلومة تترجح عند أحد الأطراف؟ هي مكانت ما بين الشجرة أو المرأة المرأة التي لا تتزين جميلة بطبيعها فرقحنا الشجرة إن شاء الله هي الشجرة؟ إن شاء الله الشجرة حسنة المظهر طيبة رائحة أستاذ محمود؟ والله أنا ممكن ده أو المرأة راجحة العقل راجحة العقل أخونا لأستاذ مكاوي؟ نفس الكلام الإجابة بتاعته لنسمعه لأستاذ محمد كف فعلا هي الإجابة الصحة تصلون إلى الدرسة الخالسة إلى الآن شكرا جزيلا أستاذ محمد كف على هذه المعلومة الطيبة الشجرة حسنة المظهر طيبة رائحة السؤال التاسع لفريق الأقصى السؤال معنا بيقول صحابي جليل صحابي جليل لقبه الأمير الزاهد فمن هو؟ هل هو عمر بن الجموح؟ أم عطبة بن غزوان؟ أم عثمان بن مضعون؟ ومعاكم تلتين ثانية تبدأ من الآن اللي جابت مرة أخرى هل هو عمر بن الجموح؟ أم عطبة بن غزوان؟ أم عثمان بن مضعون؟ تذكروا عامل الوقت هل هو عمر بن الجموح؟ أم عطبة بن غزوان؟ أم عثمان بن مضعون؟ عشرين ثانية معكم من صاحب هذه الإجابة؟ محمد رقب مين عرفها؟ ما شعرفين أصلاً اللي جابت؟ أنا عندي معنوات عن سيدنا عمر بن جموح وأسمر بن مضعون وكان ده كان مختلف على سيدنا عصمان بن مضعون مختلف هو صحابي فأظن إن لو كان صحبي كان معنوه واضحة شوية فأعشان كده أخترنا أخطرنا التالي لقدت بالتشاور والتسهيل على الله أحييكم على اختيار محمد رقب صاحب هذه الإجابة هي الإجابة الصحة وصلتم الآن إلى اللهم السعر اللهم السعر وصلتم إلى التعادل منافسة حامية بين الطرفين والسؤال متجي إلى فريق الحرمين وهو السؤال العاشر السؤال بيقول من قائلوا هذه العبارة؟ من قائلوا هذه العبارة؟ سم من كلبك سم من كلبك يأكلك وهي من الأمثال العربية المعروفة هل هو حازم بن المنذر؟ أم معلو بن عطية؟ أم خداش بن حابس التميمي؟ ومعاكم 30 ثانية تبدأ من الآن معلو بن عطية حازم بن المنذر خداش بن حابس التميمي 15 ثانية معكم وأذكركم بعامل الوقت الإجابة الثالثة إن شاء الله الإجابة الثالثة خداش بن حابس التميمي بناءً على معلومة تترجح لذيك؟ بناءً على التشاور على التشاور؟ وإحساس طبعاً وأيهما يغلب الآخر؟ التشاور أم الإحساس؟ لا بصراع الإحساس الإحساس؟ أستاذ محمود لحتاج تفكر؟ لا مفيش تفكير معلومة دقيقة جداً أخلنا أستاذ مكاوي؟ لا مش بالإحساس طبعاً مش معلومة يعني مش بالإحساس مش بالإحساس أحييكم لكن الإجابة خطأ أحييكم طبعاً واحد المشاهدين هيتطلع يقول لي طب تحييهم على إيه؟ أحييهم على اجتهادهم ولكن الإجابة خطأ وكانت الإجابة الصحيحة هي حازم ابن المنذر حازم ابن المنذر هذه المعلومة الدقيقة كانت تحتاج إلى تأكيد حازم ابن المنذر مشاهدين الكرام هنريح بس الفريقين ومعنا الفائز الذي فاز معنا بسؤال الحلقة الماضية وهو الأستاذ هاشم أحمد أبو زيت اللي يجيه متأخر ربنا يهدينا وتوب عليه اتفضل يا حبيبي كريم أعطني المايك السلام عليكم السلام عليكم السحاب التأخير إيه؟ طب وصلنا على الشاشة تعالي جنبي كنت خايف ليه؟ خايف ليه؟ مش خايف طيب قولي جيت متأخر ليه؟ لا مواصلات والله جاي لنا منين؟ من أسيوت جاي لنا من أسيوت؟ خد كم ساعة وقت تقريباً؟ خمس ساعات أسأل الله سبحانه وتعالى أي وبركة فيك وحمداً لله على سلامتك أنت اللي بعدت الإجابة؟ أيوة بعدتها كم مرة؟ بعدتها خمس مرات خمس مرات؟ وكنت حسنة تكسب؟ أيوة كنت حسنة كنت بعد قبل جداً ما حصلتش نصيب؟ أنا جيت عشان حقق الأماني أنا عارف لا مستعاق حصلتك للشغل إيه؟ لا ماشتغلش والله أنا حصل على دبلوم بصناعي حصلتك إلى الآن لم تعمل؟ لا شغلتك نحييك وأيضاً لك جائزة مقدمة من المهندس إسماعيل بهلول راعي الرسمي بهذا البرلمج ألف ألف مبروك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في هذا المبلغ هتراوحتنا على الصوت الآن؟ لا إن شاء الله طيب صحروه يا شباب في الرحمة جوه جزاكم الله خير رب الله يبارك فيك اتفضل يا حبيبي وأسأل الله يبارك لك نعود مرة أخرى إلى الفريقين المتنافسين هذه هي جائزتكم للفريق الفائز ثلاثة آلاف جنيه مقدمة من المهندس إسماعيل بهلول كنا أعرفين عندي أنا فريق نحن إن شاء الله الفريق الآخر إلا زلتم إلى التعادل الآن طيب فريق الأقصى السؤال العاشر وتحتاجون معنا إلى تركيز في هذا السؤال المسلمون هم الذين اكتشفوا قيمة الصفر في الرياضيات هل تعرفون هذه المعلومة؟ ها عرفينوا لأنه هو مكتشف المسبorrow المسلمون هم الذين اكتشفوا قيمة الصفر في الرياضيات من مكتشف الصفر هل هو الخوارزمي أم الجبرتي أم البتاني ومعاكم ثلاثين ثانية الخوارزمي إن شاء الله أنت تفكر يا معتز؟ ما يقدرونش يفكروا وراي والله إن شاء الله الخوارزمي يزدل إن شاء الله ودأك كده موتاز؟ توقّل ما ما انتقلتش الاختراط وقلناها تطلع صح تبقيت معاك كده ولا عارفها؟ لا عارفها والله عارفها؟ إيه معلوماتك عن الخوارزمي؟ هو العمل موضوع الصف هو العمل موضوع الصف مش محتاجك تفكر يا موتاز؟ لا لا مش محمد يا رجب مش محتاجك تفكر؟ وأنصك في أخي الدكتور موتاز يعني طيب أخونا الأستاذ الشام؟ هو دكتور يعني فخلاص يعني أكيد هنعرف تختار لا إن شاء الله إن شاء الله الخوارزمي معتز لجابة الأخيرة ومرة واحدة وتقول هي إيه؟ الخوارزمي إن شاء الله الخوارزمي وفعلا هي لجابة صح ويكون معاكم ستة مقابل خمسة دولي أنا طلوع أمكسبكم الحرمين سؤالينا؟ أنا كذبك ديني لا لا شكرا جزيلا لكم فريق لا ما تخافوش لأسلسة مخلصتش شكرا لكم عن هذه الإجابة الصحيحة وهذه المعلومة الرائعة فريق الحرمين السؤال الحادي عشر نركز ولا تجعل الفرحة تنسيكم قواعد المسابقة السؤال معنا لفريق الحرمين شاعر جاهلي شاعر جاهلي كون جماعة الصعاليك التي كانت تسرق أموال الأغنياء فما اسمه؟ هل هو؟ يرأيكم نركز بشار بن برد أم لبيد بن أبي ربيعة أم عروة بن الورد ومعاكم 30 ثانية تبدأ من الآن بشار بن برد أم لبيد بن أبي ربيعة أم عروة بن الورد إجابة الثالثة عروة بن الورد عروة بن الورد معاكم لسه عشر ثواني مش محتاجين تفكر؟ أم محتاجين فعلا أكيد يعني انتهى الوقت هي الإجابة هي الأخيرة؟ عروة بن الورد عروة بن الورد من صاحب هذه الإجابة؟ أستاذ محمد أستاذ محمد كاف؟ هل معلومة تترجح لديك ولا جات معاك كده والتسهيل على الله؟ لا هي معلومة خذ المايك ورأيب هي معلومة معلومة قرأت عنه بكده؟ لا والله هي جات شاعر وحرامي كثير كده هو للنقب يعني الإجابة هي؟ عروة بن الورد عروة بن الورد تحتاج إلى تفكير؟ إن شاء الله خلاص فعلا الإجابة هي الصح وتصلون إلى التعادل مرة أخرى ستة ستة للفريقين نتجه إلى فريق الأقصى وتذكروا أننا في الوقت النهائي للحلقة تحتاجون إلى تفكير جيد جدا ونحتاجون إلى مراعاة الوقت معنا من قائل هذه العبارة؟ كل شات برجلها معلقة كل شات برجلها معلقة وهي من الأمثال العربية الدارجة هل هو وكيع بن سلمة أم مالك بن جبير أم حازم بن المنذر؟ ومعاكم تلاتين ثانية يا معتز تبدأ من الآن حازم إن شاء الله حازم سبوهني يا جماعة أنا خازت معكم قبل كده حازم إن شاء الله الإجابة الثالثة حازم حازم بن المنذر معتز عريفة هل جات كده أنا تقريبا إجابة قبل كده وإن شاء الله تكون الإجابة بإذن واحد أحد كان الكتاب اسمه وين اللي انت رأيته فيه؟ من زمان من فترة من زمان الحمد يا رجب الحالي مش عارف لجابة بظبط لكن أنا زي ما أولينا من شوية أنا ما أعتقومش في حاجة فأنا توقعنا على العامة أحاض أعنصقه يعني إن شاء الله عنصقه أنا دكتور معتز هل أنت واثق في الكتاب الذي قرأ فيه؟ لا طبعا للأسف لجابة خطأ وكان كتابا ليس كتابا جيدا وإلى الآن 6-6 إلى الآن 6-6 طيب نتقه إلى الفريق الآخر الفريق الآخر معنا في هذه الحلقة وله سؤاله الإجابة الصحيحة هي وكيع بن سلمة أحييك على تذكيري بهذه الإجابة وكيع بن سلمة نتقه إلى فريق الحرمين والسؤال معنا بيقول أين نجد القلب القلب والجهازين الهضمي والتنفسي في الأخطبوط لو كده ناشى ما تنسى في الأخطبوط هل في الرأس أم في وسط الأرجل أم في نهاية الأرجل ومعاكم 30 ثانية تبدأ من الآن معاكم 20 ثانية يا شباب في الرأس أو الوسط أو في نهاية الأرجل نهاية الأرجل عشر ثماني معاكم انتهى الوقت انتهى الوقت للأسف الشديد انتهى الوقت وكالة الرجال الصحيحة هي في الرأس في الرأس معنا سؤال آخر لفريق الأقصى والسؤال هو بيقول كم إصبع كم إصبع للزرافة في كل حافر حضرها كانت حوالتها بكده حضرها كانت حوالتها بكده حدش فكر يعد الأصابع طيب اللي جابة هي إصبعان أم ثلاثة أصابع أم أربع أصابع وثلاثين ثانية وتذكروا عامل الوقت اتنين اي حاجة حافر اتنين اتنين انت دكتور كم إصبع للزرافة اصبعان ثلاث أصابيع أربع أصابع ثلاث أصابع حلوة دي ثلاث أصابع 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 خبستشرة ثانية اللي جابة إن شاء الله اتنين اتنين وأعنى أصبعين متأكد يا محمد الله المست selber أعرف في واركات كده يا محمد لا هو يعني منخل شوفنا بعض الحاجات كده فشيفين الحافر كلها اتنين الحافر كلها اتنين يعني ان شاء الله اتنين بإذن الله لما روحت الجنينة عدت من تحت ولا ما عدتش؟ أنا روح أركز في الزرف وبرضي أعظم شان؟ فعلاً معظم الأحيوانات كانت تقريباً بتقبطين يعني وفعلاً هي الإجابة الصح ويكون معاكم سبعة مقابل ستة بفريقنا الآخر وفريق الحرمين طي معنا دقيقتين معنا دقيقتين هيكون معنا سؤال ولو كان فيه تعادل بقى فيه سؤال فيصل والسؤال معنا بيقول ونحتاج إلى تركيز كم إصبع في رجل وحيد القرن؟ أمركز في الأصابع النهاردة كم إصبع في رجل وحيد القرن؟ هل ثلاث أصابع أم أربعة أصابع أم خمسة أصابع ومعاكم ثلاثين ثانية عشرين ثانية الوساد محموب كان محتاجة زيارة جميلة الحيولات فضلوا عشر ثواني ثلاث أصابع ثلاث أصابع عرفها؟ لا مش أكيد سي محمل انت اللي قلت الإجابة خد البيكرافون لوحت جنيت الحيولات عدت الأصابع الإجابة هي وفعلا ليه الإجابة الصح ويكون معكم تعادل في هذه الحلقة ووصلتم إلى سبعة 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 والسؤال الفيصل في آخر دقيقتين في هذه الحلقة يحتاجوا إلى تركيز لو فوزنا أنا ولا نذكروا لا 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 أول ما يقولي الإجابة هو واخد الجاية معلش يا سيد عمر لو سمحت معلش ثلاثة ألف جنيه أعطى أحداك متأثر أحداك الوقت سألتهم السؤال يعتبر زيادة عننا يبقى إحنا نتساوى معهم لو فوزنا نحن نفوز معلش إحنا الوقت خدوا سؤال زيادة عننا لا خدوا سؤال الموضوع مش بسؤال السيد الموضوع بالدرجات نحتاجه إلى تفكير ومعنا دقيقة واحدة وتذكروا عامل الوقت سؤال فيصل يا شهباب السؤال معنا بيقول ما اسمه أصغر دولة في العالم ولا يوجد اختيارها الفاتيكان الفاتيكان أنا ألتها أنا ألتها ألتها في نفس الوقت أنا إلا ألف ديكان أنا إلا أول أول يا أصد عمر أنا ألتها ألتها الفاتيكان ما عارش يا جماعة هما الاثنين مع بعض زي ما قالت كنترول معايا أنا مش عايز أصلم حد طيب على كل حال على كل حال محتاجين لسؤال آخر ويكون هذا السؤال السؤال ده سؤال من دماغي السؤال ده من دماغي والسؤال ده محتاج لتركيز وأول واحدة يقولي الإجابة هو الذي يتأكد الجائزة الأول أنتم متابعين قناة الرحمة أه إن شاء الله متابعين قناة الرحمة أه حمد السؤال يخص أحد علماء قناة الرحمة الفضائية السؤال محتاج لتركيز عالم من علماء قناة الرحمة الفضائية هو الوحيد في علمائها الذي ختم كتاب الله تفسيرا فمن هو؟ شيخ بكر الحنبالي للأسف شيخ مصطفى العدبي مصطفى العدبي مصطفى العدبي فعلا هي الإجابة الصحة وتعقدون الجائزة أجزاء الله خيرا إن شاء الله أحنا الحمد لله رح يجن وبالحقيقة يعني فريق رائع الحمد لله منذكرين ومنذكرين منذكرين منذكر نحن متأكسبك معسكر من مذكر نعود مرة أخرى أو خليكم معي هنا كل فريق ونبص لكاميرا دي في الحقيقة كان اليوم حلقة رائعة من حلقات برنامج مسابقات سحرك عندنا أسرة البرنامج ترحب وتحيي وتشكر الفريق الذي كان معنا ولم يحليفوا الحظ لهذه الحلقة فريق الحرمين الأستاذ محمد كف حقيقة معلومات كانت معلومات رائعة في الحلقة وكانت منافسة رائعة وحامية بين الطرفين تدل على ثقافة متبادلة الأستاذ محمود عبد المنعنفود شرفتنا ونورتنا وأسأل الله يبارك لكم في هذه الخطأ ويجعلها في ميزان حسناتكم الأستاذ مكاوي بارك الله فيك شرفتونا ونورتونا وكثرتمونا في أسرة قناة الرحمة الفضائية أخونا دكتور مؤتزل عسقلاني يعني ببركة نيتك الطيبة كسبت معنا في هذه الحلقة الحمد لله أي لك بفضل الله ثم بيه محمد رقب عندنا تشارل جامد يعني الحمد لله يبقى اتقالات الرحمة الفضائية ومقدمة من المهندس إسماعيل بهلول قدرها ثلاثة ألاف جنيه ألف إجنيه لكل فرد ألف 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 مبروك بارك الله فيكم مشاهدين الكرام وأيضا الفريقين الذين معنا في الاستيديو هنقول للمشاهدين الكرام جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم اشتركوا في القناة